موسيقى 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 نحن بدنا نتمنى لكل خير لشيرين وإذا كان هالطلاء من خيرها فجود لك انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بتظهر فيه الأعلمية حليما بولند هي ولبسة سلاسل وقلائة ذهبية بعد ما قيمت امرأة بتخطيطها بكل هالذهب من رأسها حتى إجرائها وقالت حليما شكرا على الدلع غرقتوني بالذهب ولا العظيم حب أعرف هالفيديو إنه شو إله معنى شو بيفيد المجتمع وشو بيأثر على مجرى الحياة على الناس على كوكب الأرض يعني يا جماعة في أطفال عائلات ما قادرة تشتري ملائعة لتأكل فيها وإذا انتوا خلقنينوا ملائعة الذهب بتمكن أو إذا إجا حدا غرقكم بملائعة الذهب ما لازم تغرقوا بشو اوف على السوشيل ميديا هلأ المهم حليما ما ترجع تغرق بعداتها لأديمة لأسبوع الماضي أحيط سيدة ماجي دارومي حفلة ضخمة على مسرح مدينة دبي للإعلام أطلقت خلالها مواقف وطنية وإنسانية بشجاعة وصلابة خصوصا لما حكيت عن لبنان المحتل من 46 سنة والمحكوم من خيين لآخر ولما دوت على الأسوب الممنهج بتجويع الناس وتفتيت الوطن وتهجير الشعب والأهم لما أكدت أنه مهما يقوى الظلم التغيير جاي تحية للستة العظيمة ماجي دارومي اللي بتحكي عن شعب من دون تفرقة عن لبنان مش عن حزب عن إنسان مش عن دين أو مذهب عن الشرعية مش عن ميليشيات عن سلام مش عن حرب عن ثورة شعبية مش عن ثورة فساة سياسية ماجي دارومي طالما أنت الصوت الملائك اللي مرافقين عن نبع المحبة ما رح يتخلى عنه يا رب وهلأ صار وقت نستقبل ضيفتنا لها الحلقة الصحفية كمال طنوس مسار خير مسار مساكي أنا اشتقتلك كتير ونحنا كمان عن جد كتير وأنا على الصعيد الشخصي بحبك كتير أنت من الصحفيات هيك راقيات اللي ألم جميل حتى بس تنتقد كمال ما بتجرحي حدا يعني فيه إذا بنا نقول توافق على الصحة الفنية على كمال طنوس قديش هيك راقية ومن الرعيل اللي ببقى موجود من العالم اللي عم نفقدها هلا حبيبتي كارين وانت كمان بتشكلي نقلي نوعيه بعالم النقد والصحافي كونك قادرة توجدي هيدا التوازن بين النقد البناء وبين انك تعطي شي حلو وشي فلاشي ويكون كتير قريب للقلب انت كمان يعني ماسكي معيار الذهب حبيبتي قلبي تانكيو كمان بدي اطلب منك ببداية الحلقة تختاري موضوع عبالك تحكي فيه وتفشي خلقك شو هو مننا مسألة فشة خلق كارين لكن أنا فيه موضوع دايما يعني بسأل نفسي وكوني بشوف التلفزيون هو موضوع بعض البرامج الاجتماعية يلي صر لوقت بتعرد وصارت ما بدي يقول قديمة لكن مستفزة خاصة عندما بتتناول موضوعات بتخص المرأة يعني كتير عم بشوف الموضوعات يلي بتحكي عن الخياني عن الحب عن تعدد الزوجات عن الجنس عن ضرب المرأة هيدا الموضوعات يعني مستفزة عم تحكي عن مالك ولا عم تحكي عن رابعة ولا عن مين عم تحكي إذا بدك هو كولكشن لكن أنا ما فيني أحكي عن رابعة كونه بعدا مبلش جديد بالبرنامج بفتكر رابعة وقته أخدت هيدا البرنامج من دوم ما أعرف يعني تقديرا انه هي بده تروح على مكان جديد بده يعني تقتنص فرصة نحو الموضوعات الاجتماعية البناءة بينما مالك مخضرم يعني مالك هو اللي كاسح الساحة مالك الساحة بهالقصة اكزاكلي مية بالمية فوقته مالك بيطرح موضوعات عن يعني عن هيدا الأمور اللي أنا بعتبرها بيطرحها كأشكالية هي من أشكالية ضرب المرأة منه إشكالي الجنس منه إشكالي يعني ما فينا نفتح الهوى بعدين هضيوف اللي بيجيبهم يعني أنا بسميها من البيوت المعتمي من الأذقة النائية من البلاد المتخلفة انه ما انه هيدا وطننا ما هيدا شعبنا يعني هيدا الحالات يلي بتخلق لغط يلي بتخلق حالة تساؤل انه بدنا نشوف مين مع مالك مين ايا سرب يعني يغرد خارج سربه بس ما بتلاقي كمال انه هو بهيدا الطريقة عم بيعمل خصوصية لحاله وعم بيدوي على أشخاص موجودين بالحياة مش بس بلبنان انتبهي هيدول الحالات موجودين بكل العالم بكل العالم بس تروحي في هالعالم اللي هيك غريبين عجبين اذا في يقول ايه بس انت تعطيهم الهوى يعني الهوى يعني ناس ناس افكار لقيطة ناس افكار متخلفي بفتح لهم هوا وبحاورهم والعالم العربي بدي يشوفهم في عنده حلقات ناجحة لكن في عنده نمازج يعني ما بعرف متخلفي خليني يقول منه مقبولة تكون موجودة نحنا كمال مش عايشين ببلد متخلف نحنا عايشين ببلد متخلف لكن نحنا مش متخلفين يعني نحنا عنا نحنا عنا اسباب سياسية جعلتنا حطتنا في خانة التخلف لكن نحنا معروف عنا كشعب بثقافته باعلامه بحريته نحنا مش متخلفين ويعني عام او عمان من الكارثة اللي عم بنعيشها بفتكر حتى لو بتمر ع غير شعوب ما بيقدروا يحافظوا على شخصيتهم وهويتهم وعلى ما بيقدروا يعيشوا اصلا مية بالمية ما بيقدروا يعيشوا اصلا فنحنا منهم مش ناقصنا يعني نحنا مش ناقصنا تسليط الضوء على يعني البيوت المعفنة انت بتقولي له يعني لعمالك واقف برنامجك ما بقوله واقف برنامجك لكن بقوله تروه انت صرلك اكتر بهيدا البرنامج اكتر من 13 سنه تروه اعمال ميديتيشن اختار حلقات مهضومة كمال عمال ميديتيشن اختار حلقات جيده وما ضروري بقى نبكي كمان يعني يكفينا من النكد ما يكفي ما يكفي جدا ابنت شقيقت يعني بنت اخته لصبوحه الله يرحمه عم تحضر كتاب بعنوان صباح واغلى الاحباب بتشجعيه انه تكتب هالكتاب هال رح يصير فيه لغت هال رح يصير فيه اخده ورد على موضوع الشحروره خاصة انه حتى لما نزل المسلسل اذا بتتذكري انحكى كتير مع وضد وانه شلته اخبار ونقصته كذا بتشجعيه تكتب هالكتاب بنت اخته للصبوحه هي عشرته وعايشت معه مرحله كتير من حياه الصبوحه خاصة باخر الايام وكانت الايام الصعبه وهي كانت من اقرب المقربين لاله وكانت مثل ظله فهيدي الشخصيه اذا كتبت اكيد عنده شي تقوله اكيد عنده شي تخبره وبيكون كتير حلو انه نعرفه وانه خاصة انه هي اريبتا يعني هي تغار على الصبوحه وعلى قرص الصبوحه فاذا بتعمله بيكون شي كتير حلو هلا بالنسبه للنقد النقد دائما بدي يكون موجود احيانا بتكون باحلى حالاتك وبتلاقي من ينتقدك سلبا فقصة النقد حتكون موجودة ايه تكتب نحنا بنحب نعرف اسرار الصبوحه وخبايا الصبوحه وهي كانت مدرسة حافلة اكيد عنده كتير من الامور اللي حلو نعرفها ودل يعني الغائب الحاضر وقته يكون عيد ميلاد السيدة فيروز بيصير فيه على السوشيال ميديا اجماع يعني حتى من الاخصام بالسياسة اللي بيكونوا مثلا نتفين بعضهم باللبناني عنا بالسياسة بيصير فيه اجماع كبير على عيد السيدة فيروز ومبالغة يعني بيصير متل كأنه عيد دينة هالقدة رمز كبير شو بتقولي عن هيد الحالة وهل الشعب اللبناني متل كأنه ملقط بهالايقونة الفنية ليجتمع حواليه؟ هلا اذا السياسيين بغردوا عن ميلاد فيروز بخاف يكونوا عم بيغتسلوا بطهارتها وبنجوميتها وبمكانتها حتى يتعففوا عن اخطاءهم وعن سلبياتهم اما الناس يلي بتحب الصبوء سوري فيروز فهي اكيد ناس بتحب يعني فيروز هي النفس اللي نحنا روينا عليه وهي الحلم والوجدان يلي نحنا عشنا فيه وبعدين على السوشال ميديا في كتير من الغيرة يعني كارين كتبت شي ليش انا ما بكتب انا بحس هيد العدوى بتكون موجودة فيه مبالغة بتحس فيه مبالغة ولا لا؟ هو يعني السوشال ميديا كله مبالغة كله مبالغة يعني بفيروز او خارجه او معه بكل شي فيه مبالغة فبس اذا السياسيين بدون يعني يتغنوا بفيروز بس ما يجر يزكتوا احسن يزكتوا احسن اوكي بالصين صدر قرار بيمنع المشاهير انهم يصوروا الثروة تبعيتهم وكيف عم يتغنوا بالثروة تبعيتهم وقدمعهم مصاري بتعرفي هل بتعتبر هيدا الشي قمعي ولا ياريت بيصير هون عنا بلبنان؟ يعني تيكون مجتمع مثل الصين وهي صارت من المجتمعات الاولى بالعالم اكيد في عندهم وجهة نظر هلأ اذا بتقولي لي عنا بلبنان نحنا بلبنان حكما لازم كل واحد يكون رقيب على حاله بحكم الوضع المادي والاقتصاد اللي نحنا فيه يعني ما حدا يتباهى ولا حدا يتشوف لانه عنا من التعتير ما يكفي من الفقر ما يكفي من العوز ما يكفي فحكما ما ضروري يكون بقرار من قبل الدولة لكن الواحد لازم يعني يعرف حدوده وما يستعمل هالاسلوب ويتشوف كونه فيه ناس محتاجي فيه عندك فنانة معين او فنانة بيستفزوكي على صعيد الشخصي انه كتير بيفرجوا قدي معهم مصاري وهيك؟ مؤخرا ما عادت شفت هالحالات مؤخرا مين كنت تشوفي قبل طيب؟ كلهم يعني معظمهم خليني قول مثلا بس كانت الايام وردية وكانت حالتنا كلنا منيحة وكان لبنان يعني عم بيعيش احلى ايامه وكنا كتير يعني قد ما كنا عايشين عمق الاشيه كان حتى القشور بدنا يها تكون جميلة وبدنا نتباهى فيها مثل مين كنت تحضره تشوفيه عم بيتباهى؟ ملا حنيقول بس بدي قليك شي بعدهم اللي هلا فيه انا بقلك انت الطالبة كمان ما شفتيون انا شفتون وعم شوفوا احلام مثلا تدباهى بس احلام انه مش بلبنان حرة المرة عم نحكي عن لبنان هيدا توني عطولة بحرش تبيوز يعني هني هون اللي بيتباهوا بسكاربيناتون وبماركاتون وبمجوهراتون بس عن جد انه هني شو بحسوا؟ يعني ما بحسوا؟ ما بعرف انه في من التفاهمة يكفي لقلهم حتى لو كانت الناس بعزة انه انه شي كتير تافه انه ما بعرف مونة ابو حمزة زميلة وصديقة مقربة منك اليوم رح يرجع حديث البلد على الشاشة هل بتقولي لها يا مونة البرنامج خدسي تموته ولا بتوافقي انه ترجع على الشاشة بهالبرنامج؟ والله بهالوقت اللي نحنا فيه وهالقدي فيه جفاف وهالقدي الجو مسكر وهالقدي ما بقى عم نقدر نشوف ابعد من خزانة المطبخ والبراد يريد يكون هيدا البرنامج حتى لو كان يمكن بنعتبره تقليدي او مرة عليه الزمن بحاجة نرجع نشوف هيدا البرنامج ليه؟ لانه كان يشكل مجلة فنية ثقافية للبنان اذا قادرة مونة ترجع تقدمه وتحصد لنا من لبنان هيدا الوجوه الحلوي والكم الثقافي والفني والابداعي والحالات الحلوي ويشكل حالة رأي وحالة انعاش نقدر ان يعطينا بعض نظر اكتر انا مع لا نحنا بحاجة لقلو بلبنان لانه نحنا كتير صرنا متقوقعين يعني 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 في بعدين بكاف السياسيين عطول بيحكوا والتوك شوز انه اذا طلع هيدا البرنامج معلي معلي يعني نحنا هلق بوقت ما فينا كتير نتكبر وتكون احلامنا كبيري وما بدنا هيك وما بدنا هيك نحنا بلبنان عايشين ببقعة وببقعة مقفلة فلا يطلع ولازم يطلع بدي ارجع شوي معليش لموضوع الرابعة والسجيات او المواضيع اللي عم تطرحن بما انه فتحنا موضوع البرامج على الهواء انت ما بتلاقي انه هولي المواضيع ان كان رابعة او مالك او في كتار غيرهم كمانا معقول عم يطرحوا مواضيع صارت اديمة يعني الجنس قبل الزواج هولي المواضيع اللي قلع علاقة بالجنس اللي قلعون علاقة بالله انه نحنا بالالفين فيتين على الالفين سوين وعشرين يعني استهلكوا انا بتذكر انه مثلا زياد كان يعملون من عشرين خمسة وعشرين سنة يعني عم نرجع نعيد ولادة مواضيع انا ما بعرف مع احترامي لرابعة ما عم بحكي شي بس عم بحكي المواضيع صارت عتيقه بلا عتيقه واحيانا شكل البرنامج بيكون عتيق ايه بدي يكون الطرح احيانا انت تطرح يطرح يعني هو مافي شي جديد وعتيق بالافكار هي الافكار كله بتبقى واحدة بس نحنا كيفو بنترح كيفو بنتنولا احيانا حتى الطرح بيكون قديم وبيكون صار ممل ونحنا بوقت هلأ منو وقته انا يعني هيك بشوف يعني انا هلأ بوقت ما اسمع عن الجنس وما اسمع عن مين ضرب ايه 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 رفته وهيدي الحالات يعني وقته كتير بكون عم عيش هيك برخاء وبنعيم وكل شي تمام تمام انو باهتم بعد انو هيد الحالات شازي ولا ومانا عامي يعني نحنا معلي نحنا بمجتمعنا هيد الحالات شازي ومانا عامي اذا عم بتزيد اكيد بسبب الازم الاقتصادية اكيد بسبب الضغط النفس اللي اللبناني عم بعيشو فبس اذا هني بدون يطرحوا يطرحوا يعني اغنية كارول اسمحها جديدة يا شباب يا بنات فيه حلوه ايه حباتيا بتجنن كتير 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 حلوه كتير فريش كتير واقعيه كتير كلماته على قد وبتفش الخلق ايه وفيها رساله ولحنه كتير حلوه ولبقله لبقله كتير اللحنه كتير حلوه ومن اول ما تسمعيه بتعلق بزهنك بتفضلي بتفضلي كارول مع الرحابني مع مروان خوري او بتفضلي كارول مع سليم عصاف هي كارول حالي وحالي جيد جدا ممتازي وهي ابدعت بكل هول الاسماء اللي قلتي عنه مع الرحابني ابدعت كانت عنده لونه خاص ومع عصاف ابدعت وهو شكل انطلاقتها وعطاها كل الزخم اللي هي كانت عليه وابدعت اكتر واكتر مع مروان خوري فانت كمان عم تحكي عن ثلاثة بالفن هني كلهم اللهم ما كانتون وكلهم عملوا من كارول هيدا الشخصية يعني المميزة بالفن وهني نجحوا معه وهي نجحت معه بتعتبري مروان مروان عطا الحان كتير وكلمات مع مين بتحسين لمعه هو مع مين ما لمعه مع مين عطيني مسلا عطيني حدا هو مع كارول لمع هو مع اللي ليلي بيعرفه هو حتى وقت غنت له نجوة كرم مغيرة وبنوب بنوب بنوب وهي ما كتير تعاملت معه لكن حتى بهول عملين بهول غنيتين هي عملة العميل وحط نجوة بهي المكانه الرصيني الريقه البعيده عن لون الجبله ازا بدي قول الفجأة والقوي عطاها لمسته اللي فيها هيد الرقة والكلاسي والحنين والوجدين مع نوال مالمع مع قليسة مالمع مع صابر الرباعي ازا بدنا نعيد هو شو اشتغل ابدع مع الكل اصلا هو انا يعني شات فيه مجروحة انا برأيي بلبنان بمجال الالحان هو خليفة الرحابة اوكي هو خليفة حضرت له برنامجه ترب مع مروان يعني كنت شوفه على اليوتيوب يعني هيك مرور الكرام بس تقلك اني تابعته على التلفزيون وهيك لا اوكي عنديك اعتراض عن مسلسل خرزي زرقه ليه هيدا المسلسل انا كنت فكرته انه هو مسلسل صغير طلع هو مسلسل مطولات ستين حلقه وصلنا لمطرح انه عم بدوروا فينا كأنه نحنا بدوائر باللفعة بعضنا فيه من التهلهل ما يكفي وفيه منه الاعادة ما يكفي يعني ما بيتحمل هيدا هاي الاعمال المطوله لا ما عم بيتحمل لا الافكار يعني ككتابه كالكتابه ما فيه زخم ابدا وكمان الحوار بين المسلين ما فيه طعمي يعني احيانا بيكون فيه كلمه فيه جملة هيك بتوقفيك ما فيه اضافة الا انه هندي كلهم عليهم القدر والايميل المسلين وهو انا مثلا افتكرت فكرة انه بتمثل رولة بقسمات اللي انا كتير بحبه وهي طاقة بالتمثيل وطاقة لازم تستغل وكل شي فيها بعبر طيب هي بنت غني وزوجة ثري وسري الدنيا وبيموت بمرته بطلعوها كأنه شخص عادي مش كأنه شخص ماشي على قرعة الطريق طيب ليه ليه ما بتعطوها هالشخصية المبهرة وين الابهار بخرزي زرقه لا ابهار بالحوار لا ابهار بالنص لا ابهار بالابطال يعني حتى معتصم النهار انه ما بيشوفه غير ركبه بها السيارة وبيروح من هون وبيرجع من هون وبيروح من هون وبيرجع يعني انت بتحس هيدا المسلسل بعس ناقصه لكلوديا هي بالفترة الاخيرة كتير عم بيكون عندها مطولات بلا طعمة من مسلسل راحو وصولا الى خرزي زرقه او بالعكس ما بعرف اه لا ما بدا هالقد القصص يعني بدا شد شدي اما صياح بالهيبة دوره كان اقوى من ندين وسرين بتحسه لا ابدا ابدا ما حدا طغي على ندين اولا سرين ثانيا اوكي اما انا برأيي وجوده بالهاي بطلع كتير اخبار ودعيات واعلانات انه توقعت شوف شي مبهر توقعت شوف شي غير شكل لا دوره يعني يوازي اي دور عادي اي شخصيه عادي صحي اخدي دور صحفيه وكان شخصيه تعفويه ولابسي متل ما بنلبس نحنا الصحفيين وهيك هيدا شي تاني لكن انا عم بحكي دوره كان موجود او ما موجود ما كان اثر على مسار العمل ابدا 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 بتحس اما بحوار موناطي عم ابدعه اكتر شي انا شكت اما اي 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 مثلا هي هونيك اشرقت واشرقت طب الهيبة كله بالجزء الخامس كيف تعليم بجنن اوكي ليش بجنن اول شي بالاخراج شي نحنا اول مره بنشوف هيك شي هال هالزخم هالاكشن هال هيك نحنا اول مره بنشوفه تايم حسن ما في داعي يحكي كل شي في بيحكي هالشخصيه بغض النظر معه مش معه اكيد بيهرب سلاح وبيقطع طرق لكن هو حتى اذا بدي فوت فيها اخلاقيا فيها فيها الكثير من الاخلاق هالشخصيه ما بدي ناقش بالمضمون اه بكفي ست منواصف اي 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 انا ابدعت ان رمشت اي يعني وقفنا عن جد كتير اي عمل حالي اصلا وسرحان اي سعيد سعيد وكلهم كلهم هيدا بس انو امي لا لا بتتفوق على اخبار رامي عايش سيرين عبد النور عندهم مسلسل جديد سوا مع شركة الصباح تتأملي له خير رامي بالتمثيل بتشوفي اه اه يعني بيلبقله عنده مستقبل اه اه انا حضرت له فيلم سينما وشفنيه بعشرين عشرين بمقطع صغير اه ناجح ناجح وكريزمتك هو صح انا بحبه بالغنى هلا ما بعرف بالتمثيل يمكن يعني بالتمثيل لكن هو بالعمل امير الليل حضرت اي حضرت شوي مالا كمان مضبوط اي اه بس هو كفنان بيلحن وبيغني اكيد هو نجم ايه وسيرين عبدالنور نجمي بالتمثيل كتير بيلبق للتمثيل مثلا انا بشوفها لسيرين مماثلة اكثر مانا مغنية و يعني بس تقوليلي سيرين بروح راسي على هيدا المكان الدرامي على هاي الشخصية بركي هني من وحجون بيعطوا بعض وبيعملوا جمعة حلوة يعني هني اتنيناتهم حلوين يمكن تكون الكيميا حلوة بيناتهم. بواسط اللي عم بيمرق في لبنان بتحس غياب جوليا بطرس عن الساحة الفنية عن التواجد اذا فينا نقول على السوشل ميديا بتتساءل ليش هالغياب؟ انا ما بتساءل لألك ليه لانه هي جوليا بطرس وقتها طلعت بالتمانينات والتسعينات نحنا هلأ بالالفان وواحد وعشرين هي عملت قرثة غنت للوطن والجنوب والسوار وحملنا نحنا بذاكرتنا كل هاداك الارشيف من تلك الايام. هي بعد منا قليل ما طلت وطنيا وسوريا بعد تسعينات قليل. طلعت بالالفان وسته بغنية احبائي ويمكن بالالفان واربعتعش قدمت غنية للمقاوم الفلسطيني. جوليا انا بالنسبة لألي هي طلعت بهيك المرحلة وقتها نحنا سمعناها وكننا صغار وبعدنا الهلأ بنرددها وكل السوار بيرددوها لكن هي بقيت هونيك بالنحية السورة هي بعد منا لأن مرء على هذا الوطن العربي ما يكفي من السورات والأوجاع وهي كانت صمم بكمن فأنا بالنسبة لألي جوليا هلأ هي مغنية هي عندها اديولوجيا لكن انا ما بعتبر عندها قضية اللي عنده قضية بواكب وجع الناس هي هلأ مش موجودة بوجع الناس ولا بوجع الوطن لأنه الوجع مش بس بلبنان على مد على العالم العربي من العراق لليمن لسوريا كلنا اوجاع كلنا اوجاع فوينا او يمكن عندها اعتبارات السياسية يلي يعني تكون كافي انها تكون فما صيرت جورج وصوف على شاهد نات كيف بتقيميه حلوة كتير حلوة احلى الشي فيها انه انه شيء لا يقبل اللغط ما فيك تحطي علامة استفهام لأنه اللي بنشوفه هو جورج وصوف اللي مشرف عليه وهو اللي عم بيسرده وهو اللي عم بيقوله من دون حدا ما يلعب فيه التمثيل كتير حلو جايبين طفل مثل يعني هو طفل جورج وصوف بهيد الحقبه كتير الولد حلو كتير حلو شو اكتشفت بجورج وصوف شي ما كنت تعرفيه من ورا هيدا كنا نسمع لكن تأكدت انه جريء شجاع انا شفت انه جورج وصوف ما خلق صغير خلق كبير يعني هو من وقت الخلق خلق كبير خلق بموهبة اكبر من انه حدا يقدر يحمله وهو حمله هيدا الموهبة هي متل ما شفنا بهيدا الوثائقي هي يلي خلته يروح على دماشق بدون مال يعني ما معه شي يتسكع بشوارع دماشق ليسبت حاله ويغني ويرجع من دماشق يسوق على حمص وراكب اجمل سيارة مرسدس بهيك الزمن وقتك فهو بعده تين اجر انه بفتكر كمان الوثوف يعني قال او لم يقن بظن هدفه من هيدا انه يبعت رسالة لكل الفنانين ولكل الناس انه نتبهوا على حالكن وما تغلطوا وما توقعوا باغلاطي لانه هو حتى مشرح اخطاءه حتى هو مسلط الضوء على عيوبه منه لعب القمار او التدخين او او هايدي الشغلة انا بفتكرة هو هو راد منه انه تكون رسالة لغيره نعم وصلنا للفقره الاخيرة كمان لمين بتقولي مع السلامة لفنان او فنانة ممثل او ممثلة اعلامة او اول شي بدنا نقول لكل اللبنانيه مش مع السلامة بالسلامة نحنا كتير بحاجه للسلامة بس في اشيه انه منه مقبوله وما بفتكر حدا بيقبله واللي بيقبله بيكون بس بديو يتسلى مثل يعني التنبام بلايه بقوله مع السلامة انت صديق وعزيز لكن نحنا ما بقفينا نتحمل الوجوه الواجمه والناس العصبيه وما بقفينا نتحمل تقنيب وتعزيب وسلخ جلود والناس اللي بتستضيفهن عمهلك عليون الاعلام منو تضرب سيف لا فنان او فنانة ما بعرف بتصدقي كارين ما لاحقول له حدا شي اعلام او اعلام اعلام قلت ممثل او ممثلة لا ما عندي بصراحه براسي حدا بعدين لكي كارين اللي اللي ما تهزي الواقف عشوار عند اول ناس مهو بيقع على واحده من دوب ما نقله مع السلامة بنقلهم كلهم سوا بالسلامة والله يوفون وانا بقلك بالسلامة عضا طول كمال شكرا كتير لوجودك معنا اغنيتينا بالحلقة الليلة شكرا كتير لقلك شكرا لقلك شكرا مشاهدين وصلنا لختم حلقتنا للليلة من مع السلامة دايما عبر صوت بيروت انترناشنال صفحة بيروت سيتي واكيد حق الرد محفوظ دائما بهالبرنامج شكرا لقاء بحلقة جديدة شكرا لقلك